بارك الله فيكم هذا السائل يقول إذا أهدى إلينا أحد الجيران يوم عاشراء من هذه الحبوب المطبوخة ماذا نفعل شمعت في الخطبة ما يكفي يا ولدي فلماذا السؤال مرة أخرى هذه بزعة وحرام فلا تأكلها ولا تقبلها وما يباع فيها فلا يجوز شراؤنا منه يعني ما يقصد بيعه في هذا اليوم يوم عاشراء الذي تقرر أنه يوم غد إن شاء الله تعالى ما رف الله فيكم يقول السائل ما حكم إهداء الهدايا للأولاد بمناسبة يوم عاشراء لم يصح في عاشراء إلا الصوم فقط وما ورد فيه من التوسعة على العيال والهدائي هذه كلها لم تصح فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هي من البدع والمحدثات شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة